السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول لائحة المنتخب المغربي واللائحة لكأس إفريقيا للأمم لائحة هذه عملناها احتلاعب هات 27 اللي عن السارة وما كان في كأس العالم هاتي باش كتعرف القوة القوة للمنتخب المغربي الآن احتلاعب ما كان بطبيعة الحال معنا في المونديول فهذا الـ 11 لاعب اللي آفت 27 اللاعب اللي عن السارة وثلاثة حرة و24 اللاعب اللي باش كتعرف القوة الكبيرة بطبيعة الحال ديال المنتخب المغربي القوة، ديالي قوة جارفة بطبيعة الحال لا قوة كبيرة للمنتخب المغربي لأنه كت تختار 27 اللاعب بطبيعة الحال وهاتي هذه الـ 27 واحد حتى واحد في ما كان بطبيعة الحال هذه الش Johann Straßen وهو الإخongs كبير وكبر لبزاف الـ سارة حزر هم بدأو بالحراس هم بدأو بطبيعة الحال باللاعب الأنسي الزميتي was nice . فارق الراجع المهدي بن عبيد حارس الجيش الملكي حارس الحراش مق entrance صراحة اللي هو المهدي بنهابيد وعمشو الحارس الثالث هو حارس فارق الويداد البيضاوي اللي هو الحارس يوسف موطعة تكوين مغربي بطبيعة الحال حارس سابق تشربة محمد يورتيحان البيضاوي حارس اللي هو متميز صراحة مستيز من مارس حتى جوجمبر الـ 2019 كانوا هو الحارس الاساسي تفارق الويداد إلا بعد لأحيان ما كيكونش إذا الحارس ممكن ما كانت حارس مميز صراحة في الويداد البيضاوي بعد المرس كيعمل أخطاء كانوا أحد أي شخص يعملونه الآن سنهنا خطوط حراست المرب كيف نخيط الدفاعين نعم داوا كبير لعب العب كبير عبطار لعب الجس كوين مغربي اللاعب المجتهدين صراحة في الجس كلعب في البطولة الإسباني صعب جدا لإتلاعب في البطولة الإسباني هذه صعبة صعبة جدا صراحة لإتلاعب في البطولة الإسباني إذا شه حاجة اللي هي مميزة وعا مشيوا اللاعب رقم 5 اللي هو اللاعب يونس عبد الحاميد كان عنده 36 عام كان الأكبر لعب في هذا العناصر 27 لعب البطولة الفرنسية تكون فرنسي كانت لعب فارق ريمس اللي كي لعبه كذلك لعب أمير ريشاريسون إذن لعب يونس عبد الحاميد جريبة كبيرة صراحة الآن بعد أننا شفنا ربعات اللعبة كيمتلوا تسكوين المغربي ووجوزنا للعب لعب تسكوين المغربي عنده تسكوين فرنسي أرجعون تسكوين المغربي عند لعب آمين وفرحان قلب الدفاع دي الويداد البيضاوي 24 عام مع أمر لعب في المنطقة بروطني المغربي لعب حتى هو مميز صراحة وعنده تسكوين مغربي أوكي لعب فريق الويداد البيضاوي باللاعب المميزين صراحة داخل فريق الويداد اللي عنده مقابلة اليوم أمام تسيحات سوار قال ابتداء من الساعة السادسة كانت لعب مولاي الحاسن بالرباط مقابلة كبيرة بشي يقول لعب رقم السبعة كذلك لاعب الويداد البيضاوي جمال حركاس لاعب سابق دراجة وكانت نحتد وجده مولاي ريش وجده إذن لاعب جمال حركاس من العناصر اللي عندها 27 عام وعنصر اللي هو مميز صراحة في فريق الويداد البيضاوي دو اللاعب اللي عندهم تسكوين مغربي لفرحان لحركاس شي حاجة صراحة مميزة وعنده دائما تسكوين المغربي وعنده يقول لعب بوطويل لاعب ميلودي ساندوج الجنوب فريق اللاعب فراجة وشباب محمدية وكانت نحسن الجيش الملكي اللاعب اللي صراحة مميز مع فريق ميلودي ساندوج لاش مخصناش على الأسماء دول اللاعبين بطبيعة اللاعبين والمستوى دائما بتسكوين المغربي وعم شو ضايل أي من أيو بعلو اللاعب فريق الويداد البيضاوي بتسكوين مغربي تسعود وعشرين سنة شنف جو لوائح الاخيرة ديال منذ خبروطاني المغربي وخ ما ما دخلوش الويداد البيضاوي اللاعبين المميزين داخل فريق الويداد البيضاوي الآن ما عم قاوش تسكوين المغربي بل عم بشي اللاعب اللي هو كانت تسكوين برسوغالي فهد موفيد اللاعب البطولة الكرواتية بالعناصر المهمة صراحة داخل ممكن يكون داخل المنطقة المغربي ندعلي جوز المرات رقراقية في لائحة شوتمبر 2022 لائحة يونيو 2023 فهد موفيد باش كتعرفوا ان المدرب ممكن يكون داخل له في دماغه شوية الآن عم شون ضايل ايصر عم بدون ايوب العمراوي تسكوين فرنسي الآن ما بقينا كان نقول تسكوين المغربي الآن تخطينا تسكوين المغربي ايوب العمراوي لاعب المنتخب الاولمبي ولاعب نيس الفرنسي لاعب مميز صراحة في المنتخب الاولمبي من العناصر المهمة داخل المنتخب الاولمبي مميز في كأس افريقيا من 23 سنة لاعبه بطريقة جيدة صراحة اللاعب ايوب العمراوي بشو اللاعب رقم 12 هو ادم ماسينا لاعب اودينيز ايطالي من لاعبين اللاعب في المنتخب المغربي بسه قبل فصل وليد كيبقى ادم ماسينا من العناصر ومهم صراحة سيكون معنا في المنتخب مغربي قبل فترة سالينة لاعب 13 عند امير ريشاريس اللاعب كان من ربس الفرنسي وتكون فرنسي كان ممكن اللاعب الامريكي كان ضمن الابديال امريكي اذا امير ريشاريس هو اللاعب رقم 13 اللاعب الان نصل للنصر لان اللاعحة فيها 27 وامير ريشاريس هو اللاعب المنتخب الاولمبي بطبيعة الآن الحال الذي ما رجعنا اللاعب بولونيا الإيطالية تكون هولندي كذلك لاعب المنتخب الأولمبي صراحة جيد جدا أن يكون عندنا اللاعب الأولمبيين بهذا المستوى وهذا الذي يجعل المنتخب الوطني المغربي أنه يتنادي عليهم طبعا الحال شي حاجة اللي هي مميزة حتى اللاعب الموالي بعد أوسى ما العزوزي عايجيم تكون برجقي ماشيم تكون مغربي اللاعب بوشواري لاعب سنتيتين الفرنسي بالعناصر المهمة داخل المنتخب الأولمبي كذلك لاعب أولمبي جيد لاعب بوشواري بالعناصر المهمة داخل المنتخب الأولمبي الآن ناد عليها الكوتر جراقي كان من ثلاثة ديال مرات المنتخب الأول باقي مع التاشوالة ولدقيقة محيدة اللاعب الموالي حتى هو متكون برجيقي بطبيعة الحال اللي هو اللاعب سمعين الصبار اللي كان ممكن يطلع كأس العالم ولكن الإصابة بعدات معين الصبار اللي التواجد في كأس العالم لأنه معلش يتصريح ديالي يقلق زعم الصبار يمكن الإصابة هي اللي بعداته أما كان ممكن يكون حتى هو متواجد معنا بطبيعة الحال الآن الحال الذي مردنا تكون المغربي الآن عمشي من تكون برجيقي إلى التكون الفرنسي اللاعب اللي كان في اللائحة ديال كأس العالم وللأسف الإصابة حرمات وفي آخر اللحظة اللي هو آمين حارث لاعب أولاد بيك مارسيليا من اللاعبين الجيدين داخل فريق مارسيليا لاعب شي أقوله جيد لكنه مستوى حتى في المنتخب مغربي حتى في المنتخب مغربي أول مغربي أول هدف لحسن ٢٠٢٣٣ في شيقاء الهيبيريا وعام بشيوا اللاعب رقم ١٨ اللي هو بتكون برجيقي عمرا اللوزا لاعب البطول الإنزيزي للقصة الموطن الأول حتى هو كان ضل إصابة اللي بعد ذات ولا كأس العالم اللاعب اللي كان ضل كمميز مع الفرقة ديالوكي مع المنتخب المغربي باقي ما قدمش شي شي حاجة اللي هي كبيرة صراحة لاعب عمرا اللوزا شي شي حاجة كبيرة باقي ما قدمش الآن بعد أننا سارينا هاد التكوينات بزا كامين على رقم التكوين المغربي اللاعب رقم ١٩ اللي هو اللاعب عبد الله حيمود لاعب فارق الويداد البيضاوي اللي كيبقى لاعب مميز وقم عمره في المنتخب الوطني المغربي ولكن كيبقى لاعب اللي ممكن بطبيعة الحالي تنادى المنتخب المغربي علش لا لاعب اللي ممكن يكون مؤثر صراحة ممكن مشيوا الخط الهجومي عبدو بلاعب أمين عدلي اللي بركوز الألماني تاكوين فرنسي من خيرة اللاعبين بطبيعة الحال هذا اللاعب عمين عدلي من العناصر المهم داخل داخل المنتخب المغربي في هذه المقابلة الأخيرة بطبيعة الحالي المنتخب المغربي لاعب آمين عدلي اللي كيبقى عندوه ٢٣ سنة والآن بعد ما شي بزاف عارجعون تكوي المغربي وعارجعون اللاعب ريدا سليم لاعب الأهلي المصري اللي هو من تكوي المغربي كان لعب اللي عندو ٢٣ عام اللاعب اللي يمشي لأهلي المصري برصد إمكانيات دياله بطبيعة الحال وحتى هو أصلا كان في فارق الجيش المالاكيلي وفارق حتى هو فارق مزيان صراحة ولكن اختار انه يمشي للبطولة المصرية بطبيعة الحال وعبقوا دائما في تكوي المغربي والفارق العيل الإماراتي بطبيعة الحال اللي كده من اللاعب هذا اللي معنا في الصورة سوفيان الرحيمي اللاعب العيل الإماراتي اللاعب اللي كانت من الصراحة صار في فارق الراجع البيضاوي لك الآن اختار انه يمشي لدور الإماراتي مش حال من الوقت هذي مش عدابه مش حال من الوقت انه بعد لاعبين من تكوين مغربي عارجعون تكوين البرجيقي من جديد اللاعب اخر من المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال اللي هو اللاعب إبراهيم صالح إبراهيم صالح تهور من العناصر الجيدة مش الجيدة وكي المتوسطة المستوى في المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال كانت في المنطيق للاعب مدريب كرأس حربة ورقرقينه دعليه شيري جوجة تلسة دية المرات باقي معتاش الفرصة بطبيعة الحال نعم رحل تكوين هولندي مرة أخرى اللي هو اللاعب اللي ما كانترش عنده فرقة ولا ما عرفش أنه عنده شي فرقة اللي هو اللاعب أساميال إدريسي اللي ممكن حتى هو طين إضافة بطبيعة الحال اللاعب حتى بإشبيلية الإسبانية وكانت حتى أليكس آمستردان وقيلة وطفاي نورد وقيلة أيندهوبن موهم حتى تشروع الشرق إدريسي هو اللاعب اللي ممكن يعمل فرق تاول أنا عمشون رؤوس الحربة وعم باللاعب اللي عنده تكون برجيقي اللي هو التاركتي سودالي كانت الإصابة بوحدة اللي بعداته أنه بش يكون معنا في المنطي اللعب المزياني داخل المنتخب المغربي قبل الإصابة صراحة كان لعب جد مميز صراحة اللعب اللي هو طريق سوداني من العناصر اللي كان مهم صراحة قبل الإصابة وطبيعة حالة منتخب المغربي ما عم بشيو الأيوب الكعبي لعب أولمبياكوس ليوناني تكوين مغربي صراحة شي حاجة اللي هي جيد اللعب السادس والعشرين وما قبل الآخر أيوب الكعبي اللي ممكن كان ضمن السبب مئوية كبيرة عي طلع مع المنتخب المغربي من كأس إفريقيا لأمم كان ضمن السبب مئوية كبيرة وكبيرة بزف أن أيوب الكعبي عن شوفهم مع المنتخب الوطني الأول في كأس أمم إفريقيا لعصب دافت 13 ينين مفيون آخر لعب رايان مايتسكوين برجلقي لعب البطولة الإنسليزية القسم الوطني الأول لعب اللي صراحة أنا كان صني طلع كأس العالم ولكن للآسف المدرب بختار واليد شديره وعبد رزاق حمد الله أنهم طلعوا بطبيعة تحال عيوض الكعبي والريان مايه كان ضمن السبب ممكن يكونوا أهداف أخرى لمشجرنا هاش هاش اللي كين شكرا خوتي على المتابعة